المصرية على مستوى السلة النهاردة على المستوى المرتبط في نهائي الدوري المرتبط فريق المرتبط فيها الأهلي فاز على الاتحاد السكندري لكن فريق الرجال في السلة في الاتحاد فاز على الأهلي بنتيجة كان؟ بنتيجة 88 8076 فارق 12 نقطة الاتحاد كان هو المتفوق طوال أحداث المواجهة وكان هو المتقدم وكانت مستويات لعيبة الأهلي سواء إيهاب أمين أو وولتر هوج مش في أفضل المستويات فالاتحاد نجح في التفوق في مباراة الذهاب إيه بقى اللي هيحصل يوم الخميس؟ هيلعب فريق المرتبط مرة تانية إذا فاز الاتحاد إذا فاز الاتحاد بالمرتبط هيبقى الأهلي عشان يكسب الدوري لازم يكسب الاتحاد بفرق سكور على مستوى الكبار يعني أكتر من 12 نقطة أكتر من كام؟ من 12 نقطة أما إذا فاز الأهلي في المرتبط في مباراة الخميس فيكون محتاج يكسب مطش الكبار بأي نتيجة بقى فرق نقطة حتى واحد هيبقى كسب 3 مطشط من 4 فيكسب وبالتالي المباريات يعني إيه سخنة قوي مولعة قوي مشتعلة قوي والنهاردة اللي عجبني إنه حضر الجمهور في الناحيتين وكان هناك التزام واضح وده اللي بيخلينا نقول إنه تطبيق اللوائح على الجميع والعقوبات على الجميع بيجيب دايما نتيجة إيجابية وإنه دايما المصطرة تبقى واحدة دايما لو مصطرة واحدة هتلاقي الدنيا بقت كويسة قوي طيب أخيرا على المستوى العالمي إمبرح كريستيان رونالدو عمل مؤتمر صحفي يقول للناس أن أطلع وقت ما أطلع وعمل حوار وقت ما أعايز فالنهاردة منشستر يونايتد قال لكريستيانو بمنتهى الشياكة بمنتهى الشياكة ألولو شكرا كريستيانو